اشتركوا في القناة 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 سليم. لكن ما لم بلعنا الحديث الافق او للملافقين بالافق. وحديث ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في عودته من تلك القزوة قزوة الملسئ يعني منزلا حين ادنى من المدينة ثم ادنى بالرحيل الايلان وكانت معه عائشة رضي الله عنها فخرجت لحاجتها فلما رجعت التمست صدرها فرعت انها فقدت عقدها فرجعت التمسه في الموضع الذي فقدته فيه حتى وجدته وارتحل الجيش وحمله دجها على بعيرها ذنا منهم انها فيها فيه ولم ينكروا خفة الهودج لكونهم جماعة ولكونها خفيفة ورجعت عائشة الى منازلهم فلم تجد احدا فعقدت هناك على انهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها الى هذا المكان فغالبت عينها حتى نعمل وكان احد الصحابة وهو صفوان بن المعطل السلامي رضي الله عنه قد بات من وراء الجيش وكان كثيرا نومي فلم يستيقظ الا مؤخرا فسلك سبيل الجيش فلما تقدم رأى سواد انسان نائم فلما قال لمنه عارف انها عائشة لانه كان رآها قبل الحجاب فقال انا لله ان الى راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل كلمة دون قيل ذلك واستيقظت عائشة بسماع سوته فخمرت وجهها بجلبابها وقربت صفوان راحلته واناخها فركبت وامسكه وزمام الناقة يمشي عمامها حتى وصل الى الجيش وهم نازلون في نحر الذهيرة ولما رأى ذلك عدو الله ابن ابي وجد متنفسا من كرب النفاق والحغدي فاتهمها بالفجور افكا وزورا واخذ يستحكي ذلك ويستوشيه ويجمعه ويفرقه ويشيعه ويذيعه وكان اصحابه يتقربون به اليه فلما قدموا المدينة افاضوا فيه حتى انخدع عدد من المؤمنين وبرد عائشة رضي الله عنها حين قدمت المدينة وطالما رضها نحو الشهر فكانت المدينة تموج بقول اهل الافكي وهي لا تعلم شيئا وانما كان يربيها انها لم تكن ترى اللطفة حتى كانت تراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان يريبها يريبها أنها لم تكن ترى اللطفة الذي كانت تراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشتكي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فيسلم ويقول كيف تيكم ثم يرجع ولا يجز عندها وكان صلى الله عليه وسلم طول هذه الفترة ساكتا لا يتكلم فلما استبثل الوحي طويلا استشار أصحابه فأشار علي بن أبي طالب بفراقها تلويحا وأشار أسامة وقيره بإمساكها وإنها كالكتبر الخالص فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر واستعذر من رجل بلق أذاه في أهله وكانت الإشارة إلى عبد الله بن أبي فأذهر سيد الأوس رغبته في قتله فأخذت الحمية سيد الخزري لأن ابن أبي كان منهم فتثاور الحيان حتى خفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت عائشة رضي الله عنها ذلك اليوم لحاجتها ليلا وقد وقد نقحت من المرض ومعها أم مصطح عثرت في مرضها فدعت على ابنها مصطح فاستنكرت ذلك عائشة فأخبرتها الخبر وأن ابنها ومن يقول بقولهم فرجعت عائشة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشت أبويها فلما اتأكد لديها الخبر جعلت تبكي وتبكي حتى بكت ليلتين ويوما لم تفتح أثناءها بنوم ولم يرقى لها دم حتى ذنت وذن أبواها أن البكاء فالق كبدها وجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح الليلة الثانية فجلس وتشهد وقال أما بعد يا عائشة فإني بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه وحينئذ قلص دمعها وقالت لكل من أبويها أن يجيبا فلم يدريا ما يقولان فقالت والله لقد علمت لقد فوالله لقد علمت لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استغر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني منه بريئة والله يعلم إني منه بريئة لتصدقني فوالله لا تصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفل ثم تحولت والدجعت ونزل الوحي ساعته فسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أم الله فقد براك فقالت لها أمها قومي إليه فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله والذي أنزله الله تعالى في براءتها عشرة آيات في سورة النور بداية من قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكُ عُسْبَةٌ مِنْكُمْ وَلَا لَا تَحْسَبُوا لَا تَحْسَبُوا شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بِكُلْ أُمْرٍ مُنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مَنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّ كُبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلعوا عليه ما أنزل الله من براءتها فلما نزل أمر برجلين وأمرأة من المؤمنين الخالسين فوجلوا دوء كل واحد ثمانين جلد منهم حسان بن ثابت ومصطع بن عثاثة وحمى بنت جحش زلت أغضامهم فأفاضوا في الأفك وأما رأس المنافقين الذي تولى كبره ورفقته فلم يعاقبوا في هذه الحياة الدنيا وَلَكِنَّهُمْ سَيَقْفُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَا لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مِنْ أَتَى اللَّهِ بَقَلْبٍ سَلِيمٍ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة